بسم الأب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين أكلمكم في بقية سلسلة الأمور الضرورية اللي خلاصنا عشان إحنا بنختم السنة ونأخذ النهاردة موضوع هل الأعمال الصالحة ضرورة للخلاصة؟ طبعاً المواضيع اللي بتتقال بقالها أربع مرات دي هو الموضوعات اللي من النوع ده مهمة لنا كخدام نراجع نراجع ورسودوكسيتنا يعني إيماننا المسيحي المستقيم اللي استلمنا ألفين سنة لا نقصد نهاجم حد ولا نقصد يعني نشاور على حد صدقوني لكن نقصد نراجع لأنه مهم من الخادمي بقى فاهم كنيسته بتقول إيه والكنيسة دي واخدت تعليم ده من الإنجيل ومن التقليد استلمت كده عايشة كده قدسين قالوا كده وقالوا كده مش من دمخهم قالوا كده بالروح القدس وبالتسليم من اللي قبلهم رجوعا لربنا يسوع له كل المكن خدنا قبل كده مواضيع زي ايه المعمودية ضرورية للخلاص ما هياش علامة خدنا التوبة المستمرة طول العمر ضرورة للخلاص خدنا كمان الكنيسة من غيرها ما فيش خلاص دي مواضيع خدناها لو انتم فاكرين نهاردة عاوز أكلمكم عن ضرورة الأعمال الصالح في البداية بس عاوز أوضح حاج بعض التعاليم اللي موجودة حوالينا بتجيب آيات بالذات من رسالة روميا رسالة روميا بتهاجم موضوع الأعمال شوي بس الحقيقة اللي مش فاهم خلفية رسالة روميا هيتلخبط هو ما كانش بيهاجم أعمال صالحة زي الخدمة مثلا زي التوبة ده كان بيهاجم ضرورة أعمال الناموس للخلاص فالقديس بوليس كان بيقول الناموس بكل الأعمال اللي فيه ما يعملش خلاص فكان بيستخدم كلمة الأعمال كتير في رسالة روميا ويقول أبي أعمال الناموس كلا يبقى هنا في واحد ياخد الآية دي أو الآيات اللي فيها خبط في الأعمال ويقول لهو كلام واضح لا كلام واضح لما ترجعوا إلى غرضه هو فرسالة روميا مش بيهاجم الأعمال المسيحية خالص بدليل أن فرسالة روميا من أول إصحاح 12 قاعد يتكلم عن ضرورة السلوك المسيحي والأعمال الصالح 12 13 14 15 أربع إصحاحات كان بيكلم عن الأعمال فرسالة روميا بيقول لازم أعمال صالح وإلا ما فيش سما من غير عملك أنت بعملك بتثبت إيمانك لأنه أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيمان قبل ما ندخل في ضرورة الخلاص أراجع معاكم فكرة هو الخلاص تاني مقصود بإيه لأن حتى الكلمة دي ساعات تبقى في ذهن الواحد مرتبطة بمعنى ناقص شوي في واحد يسمع الخلاص يقول أيوة يعني المسيح مات على الخشم صح؟ بس ده كفعل ماضي بيقول أن المسيح فدانا المسيح خلصنا على الصليب هل إحنا كده خلصنا؟ لا بدليل أن في ناس بتهلك بس كده؟ يبقى المسيح من جهة أنه خلصنا يعني مات عشانا يعني فدانا عمل الجزء اللي عليه طبعا معنى كده كل البشر يخلصوا لسه لا في دور تاني لسه وعشان كده ساعات يجي فعل الخلاص أنا هدي بس عينات لك الموضوع ياخد مؤتمر شرح فعل مضارع ساعات كلمة الخلاص تيجي الذي مثاله يخلصنا يخلصنا فعل في العربي إيه؟ مضارع مضارع مستمر وبعدين يقول مثال في الكنوح ده يخلصنا نحن الآن آية المعمودية إذن المعمودية تخلصنا الآية بتقول كده يبقى طول ما احنا الكنيسة بتعمد بتضم كل يوم الذين يخلصون يبقى الخلاص بينتقل للناس عن طريق المعمودية والكنيسة طبعا يسبق الكلام ده إيمان وتوبة بس فعل الخلاص متجدد مستمر لأنه ده دور الكنيسة في الماضي يقول لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته وخلصنا خلصنا جاية كفعل إيه ماضي خلصنا يقصد خلصنا من غير ما نعمل حاجة يوم ما تجسد ومات عننا ودفعت من خطيانا وفتح لنا باب السماء الفردوس والخلاص ده خدناه أول ما خدناه بغسل الميلاد الثاني خدناه في المعمودية لكن برحمته خلصنا خلصنا يوم ما فدأنا وتنقل لنا العمل الخلاصي ده عن طريق المعمودية وتجديد الروح الخاصة ده ساعات الخلاص يجي إيه كفعل مستقبلي مستقبلي يعني إيه يعني هل الواحد فيكم يقدر يقول أنا خلصت خلصت لو قلت المسيح فداك على الخشبة صح لكن خلصت بمعنى القصة خلصت لا غلط متقدرش تقول أنا خلصت غير وانت في السم ما انت لسه مش انت بتغلط مش لسه في حرب بينك وبين الشيطان مش انت لسه معرض للهلاك مش انت لسه تحت الآلام مثلنا طب يبقى لسه الخلاص ما اكتملش المسيح من جهته كمل العلي لكن قصة الخلاص هتكمل لما نتقابل كلنا في السماء لما نوصل للسماء هنقول خلصت او خلصنا تماما فهنا بيقول سيرتنا نحن السيرة دي يعني حاجة على الارض في السمويات التي منها ايضا ننتظر مخلصا ليه ما سمهوش ننتظر ديانا لان فعل الخلاص يكمل يوم القيامة يوم ما يجي المسيح على السحاب نحن ننتظره مخلصا طب ما هو جيه خلصنا ومات عشان هيجي يعمل ايه تاني لا يجي ايه يأخذنا السماء يبقى يأخذنا السماء دي تكمل القصة كده يبقى خلصنا تماما بدخلنا السماء فبيقول ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح هيعمل ايه تاني ما عمل كتير مش هو فدانا ودانا المعمودية وجاب لنا الكنيسة وحط فينا الروح القدس ودانا جسد ودمه كل دي اعمال خلاصية انما تكمل في اخر خطوة بمجيء المسيح لما جسد زلنا ده جسدنا التعبان ده نخلعه ويكون على صورة جسد مجده لما ناخد الاجساد الممجدة يوم القيامة كده نبقى خلصنا تماما يبقى الخلاصة يكمل امتى يوم القيامة عشان كده بيسميه مخلص لسه اسمه مخلص هو خلصنا من خطيانا على الخشبة ويخلصنا من العالم الحاضر الشرير ويخلصنا في النهاية بالجسد الممجد لما يدينا جسد الايامة لما نقوم من الموت فعل الايامة ده من الموت هو اخر فعله للخلاص طب افرد انت تقولت انا خلصت ودخلت التراب وما قمتش يبقى القصة ملهاش معنى فين الخلاص اللي خدته الا لما تقوم من الموت في الآخر وتدخل السماء كده يبقى الخلاص له معنى لكن هتقول انا خلصت وانت لسه معرض للموت لا يبقى لسه الخلاص يكتمل لما الموت ده يبطل خالص في الحياة الابداء ما فيش سيرة للموت بقى هنا يبقى خلاص الخلصة خلصت كلها عشان كده نقول الخلاص يكمل بخلع الجسد يعني لما واحد فينا يسافر السماء نقول يا بخته خلص من ايه؟ من الجسد المثقل ده ودخل الفردوس انما كمان يكمل بالاكثر يوم ما يقوم في يوم الايامة ويورس الملكوت مع المسيح يكمل الخلاص واحنا على السحاب منتصرين مع المسيح مع الملايكة الى الابد خلاص بقى لا موت ولا حزن ولا خطيئة ولا شطان ولا ما فيش حاجات من الوحشة دي تاني خلاص تبقى كده القصة خلصت بجد يبقى احنا دلوقتي في مرحلة الخلاص خلصنا يتجدد عشان كده نقول ايه؟ ارحمنا يا الله مخلصنا مش كده؟ فلحنا جيناينا بنقول كده ابنوتي فيوت بنسوتير يعني يا رب يا مخلصنا ارحمنا طب ليه بنطلب الرحمة؟ لأن الخلاص لسه مستمر عشان كده في بعض التعاليم الاخرى ما تحبش طلب الرحمة ما تسمعوش كلمة طلب الرحمة في صلواتهم عارفين ليه؟ لأنه اعتبر ان الخلاص وقف عند الخشبة وملوش اي قيمة اخرى انما احنا اللي عايشين فاهمين ان الخلاص يكمل يوم القيامة ما زلنا نطلب الخلاص ان يستمر ويكتمل يوم القيامة اقول تاني اذا الخلاص له دور الهي وهو الدور الاهم والاكبر دايما نعمة الله لما تأتانا الى عالمنا ليخلصنا خلصنا ازاي بالفداء بالروح القدس مات على الخشبة قام من الموت ابطل الموت واهانه داس الموت بموته ادانا روح القدوس عربون الحياة الابدية دا دور الله وبعدين علينا احنا دور بقى ان احنا نصدق نؤمن نقبل هذا الخلاص ونعيشه جوا الكنيسة فلك النجاة مدينة الخلاص نتوب نتناول ننتظر الحياة الابدية وتقلص القصة على السحاب مع المسيح ادخل بقى بسرعة كده في دور الاعمال الصالح طبعا كلمة يجازي كل واحد حسب عمله كلكم حافظينها لان انتوا بتصلقوا الدسات فكل الشعب اللي ابطي من الصغير للكبير عنده المقولة دي يمكن ما يعرفش مكانها في الانجيل فين بس كلكم حافظين اول ما بونا يقول يأتي في مجديل يا دين الاخياء والاموات ويعطي كل واحد حسب عمله تلاقي كل الشعب هتف وقال ايه كرح ما امس كده اول ما نسمع حكاة حسب اعماله دي احنا كلنا نحس ان احنا يا رب دي الكلمة دي بتخوف كرحمتك يا رب ما عملناش كفاية يبا احنا متبرمجين صح الليتورجية او القداس حفظتنا ايات كتير من غير ما نحس دي موجود على فكرة في عشرات الايات كلمة حسب عمله دي انا اجيب عينات بس احنا متحفظين الشاهد ولا عارفين ما كانها في الانجيل بس كلنا في القداس بنقول الحقيقة دي ان المسيح يأتي ليجازي كل واحد حسب عمله بما يستدعي مننا دايما طلب الرحمة يا رب ارحمني لاني اعمالي ما ادخلني ش السم باعمالي ليس لي خلاص عاوز رحمتك طلب الرحمة في حد ذاته عمل كرحمتك دي انا بقول له رب من اجل رحمتك اذا التوبة او الصلاة عمل وهذا العمل يعطي الخلاص لكن ما ينفعش ان احنا نقول لا نحتاج للاعمال ولا نحتاج للرحمة وخلصنا بصوا مسلا في رؤية اتنين يقول ايه انا اجيب عينات بتكلم عن الشر اللي في العالم ستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحس الكول والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب اعماله واضحة رؤية اتنين وعشرين دي عينات يا جماعة عينات بس انا ااتي سريعا طبعا ده بيتكلم عن المجيء التاني لان هو جي قبل كده ده سفر الرؤية في الاخر اخر اصحح ده اخر اجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله يبقى العمل هنا واضح قوي قيمته في رمية اتنين يقول اللذي سيجازي كل واحد حسب اعماله الذين بصبر في العمل الصالح يبقى ركز ان الاعمال الصالحة يأخذون المجد والكرامة والبقاء وبعدين حط الاية اللي بعدها عن اللي بقى مستهترين وبتدلعوا بقوموا الايمان لهم اعمال شرير اية كمان في كورنسوس اتنين خمس يقول لا بد اننا جميعنا نظهر امام كرسي المسيح وفي الجزء ده كان ذاكر الابرار والاشرار بعض لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع صنع يعني ايه يعني اعمال يبقى الموضوع مش بس ايمان وممكن ايمان يبقى ميت واحد عنده ايمان لا بيطلع صدقات ولا بيصلي ولا بيهرب من الخطيئة ولا بيطعب في خدمة الناس ولا عاوز اعمل حاجة طب وكده هيدخل للسماء لا واحد اتعمد بس حياته كلها بتقول انه ما بيعملش حاجة للسماء مش هيدخل للسماء مش هيوصل واحد بيتناول هفترض انه مع التناول لسه بيخاصم ولسه واقع في شهوات ولا يقاوم الخطيئة وما بيعملش حاجة حلوة يبقى مش هيدخل للسماء واضح الفكرة يبقى الاعمال ضرورية طبعا لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شر وهنا مهمة لبعض الناس فصرت ان الاعمال مش هي اللي تدخل للسماء انما قالوا الاعمال تقول يعني مركزك ايه في السماء انت داخل بالايمان بس وبعد كده الاعمال تحد درد بيتك مين قال كده طب اذا كانت اعمال شريرة مش هتدخل السماء خالص حتى لو انت مسيحي حتى لو اتعمت يبقى هنا ايه ان كان خيرا ام شرا معناها الشر هيدخلك في حتة تاني طبعا في غلاطية ستة يقول ان كل واحد سيحمل حمل نفسه وهنا كان في نفس المكان ده قال بعدها ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا ما يزرعه الانسان اياه يحصد يعني اللي انت بتعمله هتلاقي له نتيجة في الاخ اياه بقى مهمة قوي لما تصلوا ربنا يديكم العمر اي خارجة تلاقوا ان كنيسة اختارت يحن خمسة بالذات في خارجة الرجالة الكبار في اعلان من المسيح نفسه مهمة يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله يبقى كل اللي في القبور يحصل لهم هيقوم يخرجوا الذين صنعوا الصالحات فعلوا الصالحات اهو فعلوا الصالحات تبقى اعمال ايه اعمال صالح الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينون يبقى كلها يقوم لكن في ناس هتقوم لجهن لكن الخلاص يكمل بان احنا ندخل الحياة الابدية بفعل الصالحات هدي كون مسأل بس من الموعز على الجبل في الموعز على الجبل يا احبائي في عشرات من الايات ودي اخطر وعظة قالها المسيح لأو المكس في ايات كثيرة قوي تؤكد ان الخلاص يحتاج الى اعمال لو مذكته التطويبات بس قال اول توبة ايه توبة للمساكين بالروح طب وده ايه ده ما قالش هنا للمؤمنين ولا للمعمدين المساكين بالروح بالذات دول معناها ببساطة الناس المتوضعين وده له سلوك المساكين بالروح له سلوك لما بيقول توبة لصانع السلام وصانع السلام ده عبارة عن ايه ما ده اعمال بس كده توباكم اذا تردوكم وما كل ده فيها اعمال فيها حياة فيها سلوك لو ركزتوا في التطويبات هتلاقي الاجر دايما ملكوت السماوات ملكوت مرتبط بأعمال لما يقول في نفس الاصحاح متى خمسة من عمل وعلمه عمل الاول اذا اللي مش هيعمل مش هيدخل السام بعدين ربني يسوع ابتدى يكمل الوصايا قال ايه سمعتم انه قيل لا تقتر انا بقول لكم لا تغضب واللي يقول كلمة زيادة على اخوه هيدخل جهنم طب ده اسمه ايه مش دي اعمال مش انك كونك انت تجاهد مع الغضب ده اسمه اعمال يبقى انت محتاج انك انت ما تقولش كلمة بطالة وتطلع كلام حلو كل دي اعمال لا تزني قال لا ما تنظرش حتى بص قال لا تحنس قال لا وصدها لا تحلف المسيح لو المجد رفع مستوى الوصايا هي الوصايا اللي في الكتاب دي كلها ايه اعمال اللي بيقوله نسألهم سؤال بسيط ايه لزوم كل الوصايا اللي جات في الانجيل لو ما كانش فيه خلاص بالاعمال طب ليه فيه وصايا كتير الوصايا بتقول انه فيه ضرورة للاعمال الصالحة عشان تدخل السم لما يقول مثلا متى صليت متى صمت متى صنعت صدقة هي الحاجات دي عبارة عن ايه اعمال مش كده وعشان برضو ما حدش يقول دي مالهاش علاقة بالسماء يجازيك علانيا يبقى هنا الجزاء مرتبط بصلاتك بتصلي بامانة ده عمل صالح بتعمل صدقة بامانة عمل صالح بتصوم بامانة ده عمل صالح فيه ناس يقول مفيش قيمة للصوم ولا للصلاة ولا للصادقة مالهاش اي دور في الخلاص ازاي الكلام ده والمسيح قال كده ليه التعليم المضاد للاعمال تعليم يجعل الانسان يعني كسلان ومستبيح ومتهاون وعنده فخر وبر ذاتي وعنده رجاء كاذب انه هو كده لا يحتاج الى اي جهات في نفس الاصحاحات دي المسيح قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكة السم ده الايمان بقى ماه الايمان يخليك تقول يا رب بال الذي يفعل يبقى الموضوع عاوزه مش فعل مش كده كثيرون هيقولول يا رب يا رب حاجات بقى ايمانية باسمك تنبأنا باسمك اصرح لهم انا معرفكوش اذابوا عني يا فاعلي يبقى اللي حدد في الاخر مصير كل واحد هل هو فاعل اسم ولا يفعل ارادة الله ده المحكم هل هو يفعل الاسم حياته كلها شر يبقى مهما كان متعمد ولا مؤمن مش دي القضية ولا فاعل ارادة الله يبقى طبيعي مؤمن ومعمد وطائب وبيتناول ويكتهد فيه فعل ارادة الله طول حياة طبعا احنا كلنا كخدام بالذات خدام رحمة حفظين النص ده بتعمد 25 النص ده يؤكد ان دخول السماء مرتبط بالفعل بالاعمال لما قال ايه سيقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم هياخدوا الملكوت ليه بقى بالايمان بس بالمعمودية بس بالكنيسة بس لا بالاعمال طبعا لاني ابتدأ يقول بقى امثلة كتير للاعمال الصالح جعتوا عطشتوا كنتوا غريبا فقويتموني وهكذا بقيت الاصحاح يقول بما انكم لم تفعلوا يبقى فعل انا عملا دور على الايات اللي فيها فعل وعمل عشان ترد رد مباشر وصريح على اي واحد لا يعتقد في قيمة الاعمال لا طبعا الفعل والعمل الصالح هو ده اللي المسيح بينظر اليه في الاخ هتقولوا ده تعبير ايمان صح تعبير حب لله صح تمه من غير ايمان وحب ما فيه الساب يمضي هؤلاء تحرك ولازم للناس يبقى واضح انه كلمة الاعمال في قاموس المسيحية هي تساوي كلمة الايه المحب لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل اي عمل مسيحي يخلو من الحب يفقد قيمته اي عمل مسيحي اساسه محب لان ده الوصية العظمى اللي بيحب ربنا ضمنيا امن طبيعا هيتعمد لانه امر الهي هيتناول لان ده تعليم المسيح هيتوب لانه مش عاوز يزعل ربنا هيعمل كل عمل صالح يبقى لما بنقول الاعمال ضمنيا قلنا المحبة لان المحبة معناه في المسيحية عمل عمل اما في اتجاه السماء كل كل حاجة في اتجاه ربنا بس اعمال يعني اللي بيصهروا في كياه كدول هم حد جابرهم على الغلب والصهر الصهر دي بيقدموا اكسادهم زبيح مع انهم حلو في الشتو لكن يجوا الكنيسة ويصهروا كمساعة لين بيقدموا حبهم لربنا في الصهرة دي يبقى الصهرة عن حب عمل عمل جميل يجازى امام الله غير اللي مروح زحلتنا ينام ولا هاك برضو دي ايه فرق عمل عن عمل المحبة لا تصنع شرنا للقريب المحبة تكميل النموس يعني اللي يكمل النموس كله انك تحب الناس وتحب ربنا يقول لا في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرلة ما تفرقش بقى انت يهودي اصلا ولا غير يهودي انما اللي يفرق في المسيح ايه الايمان العامل بالمحبة يبقى كل كلمة من دول ضرورية للخلاص الايمان ضروري للخلاص والعمل ضروري للخلاص والمحبة ضرورية للخلاص يقول نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت للحياة لاننا نحب الاخوة من لا يحب اخاه يبقى في الموت يعني هيهلك طب افرد عنده ايمان افرد متعمد افرد بيجي الكنيسة لازم يحب اخوه والحب العملي يبقى واضح ان عمل الحب او الحب العملي ضروري عشان يخلص من الموت ربنا يسوع له المجد قالها ببساطة شديدة لما قال له ما اعظم الوصايا قال له تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك وبعدين قال ايه افعل افعل يبقى ايه فعل عمل افعل هذا فتحيا يبقى الحياة الابدية مرتبطة بالوصية اللي تكمن في محبة الله ومحبة الناس بشكل عملي يبقى النهاردة رجعنا فكرة ايه هل الاعمال الصالحة عموما ضرورية للخلاص نعم هل ده يقلل من شأن نعمة الله حاشا احنا دخلين على حس نعمة ربنا كرحمتك يا رب لكن بدون الاعمال الصالحة يبقى احنا عطلنا نعمة ربنا استقلنا برحمة ربنا استهلنا بالصليب والفداء والتمن اللي الدفع فينا يبقى احنا احنا افلنا في وشنا بسبب اعمالنا الحياة الابدية لكن الاعمال ضرورية وبدل الاية مئات الايات وبدل الموقف مئات المواقف لان العمال الصالحة هي اساس للجزاء الالهي لان يجازي كل واحد حسب عمله لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين